للمرة الثالثة وخلال أقل من شهرين يؤكد مسؤولون حكوميون قرب نقل الملف الأمني في المدن المنكوبة في العراق من قوات الجيش إلى الشرطة ضمن استراتيجية أعلنت عنها حكومة السوداني نهاية شهر تشرين الأول الماضي لكن أي من هؤلاء المسؤولين لم يتطرق لوضع الميليشيات المسلحة التي تنتشر داخل تلك المدن المنكوبة وما إذا كانت ستنسحب هي الأخرى منها أيضا وزير الداخلية الحالي عبد الأمير الشماري كشف في وقت سابق عن قرب تسليم الملف الأمني بشكل كامل لقوات الشرطة في محافظات نينوى والأنبار وصلاح الدين التي تخضع حاليا لإدارة قوات الجيش دون أن يتطرق الوزير إلى وضع الميليشيات التي تنتشر بشكل مكثف في تلك المحافظات وتتخذ من المنازل والمباني ثكنات لها رغم تأكيد نواب أن إخراج كافة الميليشيات المسلحة من المدن المنكوبة كان شرطا لتشكيل حكومة السوداني لأن هذا الشرط لم يتحقق وأصبح حبرا على ورق الإطار التنسيقي من جانبه وتفاديا لمناقشة ملف إخراج الميليشيات من المناطق المنكوبة أكدا انتشار فصال الحجد في تلك المناطق بعلمي وموافقة السوداني واصفا الأصوات المطالبة بإنهاء وجود الميليشيات في المناطق المنكوبة بأن لها أجندة لا تريد الاستقرار للعراق يتي هذا في ظل تأكيد مراقبين وناشطين عراقيين من أن سيطرة الميليشيات على المدن المنكوبة لها أجندة سياسية ومنافع اقتصادية مالية مبينين أن هناك شكوكا كبيرة من تنفيذ وعود السوداني بإخراج الميليشيات من تلك المدن وبعيدا عن دعاية السياسية لحكومة السوداني ومسؤوليها يظل بقاء الميليشيات المسلحة في المدن المنكوبة واقعا مفروضا على تلك المحافظات وسكانها فالميليشيات على أرض الواقع تسيطر على الملف الأمني لتلك المناطق فضلا عن وجود عسكري للجيش وتشكيلات أمنية أخرى وهما يتسبب بين حين وآخر بارتباك وتداخل في الصلاحية تترتب عليها صدامات ومشكلات أمنية دون إخفال عسكرة واضحة في المدن تنعكس سلبا على حياة العراقين اشتركوا في القناة